سؤال آخر يقول إنك قلت لو لم تكن زينب لم يكن أحد يعرف الحسين هل هذا صحيح؟ إخواني القضايا التاريخية سلسلة كما ذكرت لكم مرة فكل شيء تشوفه الآن لازم تشوف مقدماته قبله شنو؟ من وين إجا هذا؟ شلون صار؟ شلون انتهت الأمة التي بعثها الله عز وجل أمة وسطا وجعلها شاهدة على بقية الأمم اجتمعت على ابن بنت نبيها وقتلته وقتلت من معه بتلك الطريق البشعة فيها لا أسباب لكن نجي على قضيات زينة بهلول العاقل هذه مرة يجي زار المسجد الحرام بصراح الحاج عمره ما أدري وأحرم ولبى وطاف حول البيت وصلى ركعته الصلاة وقصر يوم لدي يطلع عند الباب أخذ به وضادت الباب قال يا رب نعم البيت بيتك نعم الحرم حرمك أنا أحرمت ولبيت وقفت وصليت وقصرت ممتاز لكن يا رب لا تنسى فضل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله صلى على محمد وعليه محمد لو لا رسولك الكريم لم تكن تعبد وإنما الأصنام كانت باقية على الكعبة إلى اليوم أكثر من ثلاثمائة صنم على الكعبة تعبدوا من دون الله وصلاتهم جنوا القرآن يقول وما كانت صلاتهم إلا مكاوتة كانوا عرات يدورون حول الكعبة وكان تصفيق وتصفير هذا الصلاة الجاهلية فيا رب لا تنسى فضل رسولك ثم جاء لزيارة النبي في المدينة وبعد أن زهر النبي وصلى ودعا يوم الإداء يطلع وقف يوم بالباب طبعا هذا نوع من أنواع التبليغ نوع من أنواع العمل لهداية الناس صوت عالي كان يتكلم هذا قال يا رسول الله قلت لله نعمل بيت بيتك نعمل حرم حرمك ولكن وصيته بك وقلت لا ينسى الله فضلك طبعا الله ما ينسى هذا كلام العبد أن لا ينسى فضلك وذكرت له ما فعلت أنت وكيف أنك خلصت بيت الله الحرام من الشرك وأقمت التوحيد لكن يا رسول الله أنت لا تنسى فضل علي لولا أن علي نام في فراشك في ليلة الهجرة لقتلوك ولقضوا على هذا الدين ولقد قلت أنت في معركة الأحزاب اللهم إن تهلك هذه العصبة يعني جماعة النبي فلن تعبد اللهم إن شئ أنت قال لا تعبد فلا تعبد من الذي انتصر لرسول الله في جميع معاركه وغزواته خاصة في المعركة التي قال عليها النبي خرج الإيمان كله إلى الشرك كله علي انتصار علي فيا رسول الله لا تنسى فضل علي ثم جاء إلى النجف زار أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يا أمير المؤمنين أوصيت بابن عمك رسول الله خيرا عند الله وأوصيت بك خيرا عند رسول الله وقلت ما قلت ولكن أنت يا علي لا تنسى فضل الحسين لو للحسين لكانوا يتهمونك كما اتهموك بأنك لا تلتزم بالدين ولا تصلي تارك عمود الدين تهموك بالشرك والكفر وأنت حامل راية التوحي فلا تنسى فضل الحسين ثم جاء إلى كربلاء صلوا على محمد وعلم جاء إلى كربلاء وزار الإمام الحسين زار وصلى ودعا فالطلع وقف يم الباب قال أبو عبد الله وصيته بجدك خيرا عند الله وقلت لو لا لكانت الأصنام تعبد من دونه وهي متعلقة بأستار الكعبة وقلت لأيضا نبيك أوصيت بي خيرا لأبيك وأوصيت أوصيت خيرا بأبيك عند رسولاء وأوصيت بك خيرا عند أمير المؤمنين وقلت لو لاك لم يكن الإمام علي هذا الذي نعرفه ولكن يا أبو عبد الله أنت أم لا تنسى فضل زينب لو ما زينب ترى القضية دفنوها في الرمال كربلاء تأكل شيء لم يكن أحد يعرفه حق أهل البيت ولا باطل أعدائه زينب بكلمتها بشجاعتها بصمودها بوقفتها زينب وزين العابدين وبكائها وزين العابدين هم الذين أبقوا قضية كربلاء حية طبعا ولذلك الإمام الحسين قال شاء الله هذا تخطيط إلهي أن زينب تكون مع الحسين والنساء يكون مع الحسين زينب هي التي أبقت ثورة كربلاء هذا كان مقصودي في الجواب على هذا السؤال لطرحه أحد الأخوة